ونحن لكرة السلة ونحن عايزة توقف شوية عندنا بعد بكرة المباراة الأولى في دور قبل النهائي ضد الجزيرة في دور المرتبط سمحة لكم عارفين احنا بنلعب دوقتي دور المرتبط وكسبنا دلت العلم لمجموعاتنا طلعنا بعد كده على دور الستاشر القناة فوزنا رايح جاي كبار وصغيرين طلعنا بعد كده على المصير الاتصالات كسبنا رايح جاي كبار وصغيرين والمطش التاني يعني شاهد انسحاب الاتصالات عشان الأصبات كورونا اللي موجودة ألف سلام عنهم للمرة التانية طبعا قبل النهائية طلعنا عشان نقابل الجزيرة فالمباراة تتلقى بعد بكرة على مجمع الدكتور حسن مصطفى الساعة خمسة ونص أنا هنا عايز برضا أقول بعض الأخبار الكويس عندنا عمر طارق وقهاب أمين تأكد مشاركتهم في اللقاء لأنهما بقى لهم فترة ما بيشاركوش عمر طارق كان عنده اسبين أنكل حصلوا فيه مباراة القناة على ملعبنا في المباراة الأولى وكان بيتعالج من ساعتها وبقى على فكرة هو كان جاهز يلعب ماشي الاتصالات وعندنا أهاب أمين كان بيعاني مشاد من الخلفية وجاهز أهاب أمين دلوقتي يلعب بس تأكد برضو غياب محمد أبلاصي لسا بيعاني من الإصابة فرقتنا يعني الحمد لله ربنا يا رب يكرمهم ونمسك الخشب يا رب الفرقة ماشي كويس ما فيش مباراة خسرناها حتى الآن مبداية الموسم سواء في بطولة القاهرة أو في البطولة العربية وبالمناسبة احنا فوزنا على نادي الجزيرة في نهاية بطولة القاهرة في فرق 19 نقط بالجهاز الفني الجديد المدارب الأسباني فرق 21 نقط أنا آسف وباللعيبة بكل الطائم اللي كان موجود يعني الجزيرة بحالتها دي لعبناها بالفعل وإحنا بحالتنا دي لعبناها في نهاية البطولة ولكن ده مباراة قبل نهاية وكل الحسابات وردة فلازم تركيز من اللعيبة لازم اهتمام ناخد مباراة بمبارتها دي شوت بشوته مش عايز اقول يعني المباراة بمبارتها لا ده احنا شوت بشوته ننكزين في الشوت يعني الجزيرة فريق كبير فريق بطولة يعني قادر يقلب الكفة في أي لحظة وقادر يعني يثبت وجوده في أي لحظة احنا عندنا فريق مرتبط جيد الحمد لله رب العالمين يعني مفروض انه اقوى فريق في مصر بيدم مجموعة من لعبين كويسين بس ينقصنا التركيز طبعا مستر اجوستي بوش المباراة اللي فاتت لما ما تلعبتش عمل تقسيمة ببين الفرق يعني قسم الفرقة نصين وقسم الجهاز الفني نصين وهو قاعد يتابع المباراة ويودي دوجهاته الفنية ويعني حاول يستعود المباراة بتقسيمة ممكن تكون المباراة كتأقوى من التقسيمة يعني طبعا احنا بنلاعب نفسنا ولكن طبعا المباراة بتبقى ليها يعني روح تاني وحكاية مجو بيدخلك في المباراة كل توفيق لنا بعد بكرة ان شاء الله نتأهل طب لو نتأهلنا هنلاعب مين الناحية التانية اللي بيلعب للتحاد واسموح برضو عن نفس الملعب بالمناسبة بيلعبوا راح جاي وهم بيلعبوا بعد منا يحنا بنلعب خمسة ونص هم هيلعبوا بعدين تقريبا على ما تذكر الساعة سبعة ونص أو تمانية تمانية بالزبط فالموضوع كله جاي كده انه احنا ناخد مباراة مباراة الموضوع صعب طب هتقول لي صعب ليه وبعد كده تاخد مطشن النهائي وبعد بإذن الله في حالة أهولك هتلعب أربع مطشات في خمسة يام موضوع قاسي قوي طب ليه التحاد السلة عامل كده انا اقول لكم ليه التحاد السلة السنة اللي فاتت جي في آخر المسلم حصل له أزمة فهو عايز يضغط من البداية ما ارتطرش في الآخر يعني يضغط في الآخر فهو ضغط المرتبط دي حاجة الحاجة التانية الويندوز اللي هنلعبها في تصفيات كاتسر على ما تتلعب كده هتلعب ثلاث مباريات او مباريتين تاخد راحة وتلعب مباريتين تانية او هتلعب مباريتين راحة بمباراة فهو عايز يلعب بنفس الشكل وده على فكرة فكرة محترم يعني انت دلوقتي بتعمل الدوري بتاعك وده طلام ونادينا به فاحنا بنشيد بكل حاجة كويسة ولو في حاجة عايزين شايفين انها أفضل هنقول فدي حاجة كويسة ان انت راجل بتحاول تلعب فرقك وأنديتك انه ضغط الموسم في البداية ما نستناش للآخر وويندوز كأس العالم اللي هو عندنا أول ويندو هتبقى في فبراير وكواليس برضو ان الاتحاد مش كواليس ده الاتحاد أعلى فيه مدرب أجنبي جاي وهيبقى متفرغ يعني متفرغ يعني مش هبسك أي فرق مصر وده شرطهم جوه مصر ولا بره مصر مدير فني منتخب طيب السؤال هنا الوقت كافي؟ يعني احنا عندنا دلوقتي تصفيات كأس العالم هتبتدي أول ويندو وما أدراك ما كأس العالم انت عندك أول تصفيات في فبراير في عندنا وقت؟ آه عندنا وقت كنا طبعا نتمنى ان يبقى المدير الفني اللي موجود في طولة أمم أفريقيا هو اللي لعب تصفيات عشان يكون حتى يستفد من تجربة أمم أفريقيا ولكن التجربة كده خلاص انت ما استفدتش منه بحاجة لانت غيرت الجهاز الفني بعد اعتذار كابتن أحمد مريعي عشان يمر الاتحاد فهل ده الوقت كافي؟ ان شاء الله كافي وعندنا منتخب قوي جدا وعندنا يعني ولاد كويسين جدا وان شاء الله بإضافة المدير الفني اللي جاي يقدر يعمل سيليكشن واللعيبة اللي برا تقدر تيجي احنا عندنا عاصم مرعي برا بيلعب في الدوري الألماني على ما زوده أو التركي مش فاكر أو الفرنسي يعني بيلعب لا نقاس بيلعب في الدوري الكوري عاصم مرعي راح الدوري الكوري فعندنا ودوري كوري قوي فهو ممكن يلاقيه ميشارك اللعيبة اللي في الجامعات هتيجي يعني هللاقي واللعيبة المصابة هترجع فأه نقدر أه نقدر عايزين شغل من نار عشان نقدر إن شاء الله نتأهل لكأس العالم وكل التمنيات لمنتخب السلة بالتوفيق إن شاء الله